السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ النهاردة كورس جديد على قناتنا على اليوتيوب وقبل ما نبدأ يريد انسوا نشمل like سبسكرايب هنتكلم عن sales gs طيب ايه هي sales gs وليه احنا قلنا نشتغل عليها او نشوفها يعني زي ما انتشوفو في فيديو هتلاقوه موجود ليه المفروض كل الناس حاليا تبدأ تدرس back end وفي نفس الوقت لو انت مش تخصص بك انت تبقى تعرف حاجات تسعيفك انك تعمل riskful API ان شاء الله حتى تبقى حاجات جاهزة لان هي حاليا انت محتاجها بشكل يعني كبير جدا عشان خاطر تقفل معظم المشاريع الفرلانسة اللي بتجيلك عشان تاخد مبلغ كويس فحاليا بقى في نفس الوقت برضو انت عايز تعمل مواقع وخلافه ففي طبعا اللي محست كتير ما لقيتش الاسف ولا دورة بالعربي عن والانجليزي حتى اللي موجود مش قوي بشكل كبير فقلت المشكلة ان احنا نعمل دورة فيه يعني ونتوكل على الله فالاول هي مبنية طبعا على النود جي اس فلازم عشان تدخل معاك دورة ما انت عندك خبرة او دارس اساسيات على الجوفوسكريبت واساسيات نود الفريمورك دي بتديك زي ما احنا نشوف النهاردة اول ما تثبتها موقع كامل مبني فيه الوثنتيكيشن اللوجين والرجيستر يعني من الاخر بنيالك بشكل جاهز والكود بتاعه موجود يعني كأن حد هو اللي عمله لك وانت هتكمل وراه الحاجات الاساسية اللي انت بتلاقيها في اي مشروع وهو ده الاساس اللي اي شركة او اي حد بيختار على اساسه الفريمورك اللي هيشتغل عليها او لغة البرماء يعني ما يجعل مشروع ما انت مش هتبني العجلة من الصفر يا تبدأ من عايز تكتب النود من الروتس من كل حاجة من الاول ما مش مشكلة طبعا برضو الميزة اللي هنا اللي هي السيلس جي اس هو mvc مودل بيو كنترولر وده بيخلي شيء بسيط الناس تقدر تتعمل معا كلها طبعا انا ليه بقى اختار سيلس جي اس طبعا انا قبل ما ابدأ ان اشتغل نود بشكل بسيط قلت ان انا عايز فيمورك زي ما انا مثلا في بيتش بي باشتغل البرارة في البلوبنت في سي شارب او بيتشانجل بايسون فالنود طبعا النود بما ان هي حاجة المجتمع بتاعها كبير جدا انا عامل زي بايسون كده فلقيت فريمورك كتير طبعا معظمهم فريمورك بتطلع على لستفل اي باي لان هي افضل حاجة تطلع على لستفل اي باي كل ان هي اصلا بتطلع على جاوا سكريبت فهي بتيجي النود فكان في الخيار ما بين يعني هوريكم طريقة سيرش اللي انا كنت نوعا ما بتعود عليها يعني انت لو رحت هنا مثلا كتبت طب طب نود جي اس فريمورك هتلاقوا هنا ده ده تقريبا من المقال ده عشرين عشرين فيعني قبليتي اتنوعا ما يعني انا فيه فريمورك بالحاجات ده انا كنت عارفة بس قلت برضه بوص وابده اسيرش ووريكم يعني اطرق اللي انت عايز تدخل فيها الموضوع خلونا هو فيه حاجة اه عشان فاطر انه هو ميديم طيب دقيقة واحدة متعارفين ميديم في مصر بيبقى واقف طبعا محتاج لي ان انا حطله هنا ضد تقريبا عشان ايه يشتغل او ايوا فاتح او هنا فاتح هنا ميشي طبعا من اشهر الحاجات الحاجات اللي مجرد دي كلها هلا تقلل من من بعض يعني لو انت درست واحدة منهم خلاص طبعا اكسبريس جي اس هي او فريمورك بس هي طبعا السيلزة اصلا داخل فيها اكسبريس جي اس بس اكسبريس جي اس انا اشتغل ما شوفهاش هي ريمورك هي اه فريمورك عشان فيها شوية ملتي باكتجز بتعمل حاجات كتير بس انا بالنسبة لي فريمورك اللي هو يداني جزء من من المشروع اللي انا اشتغل عليه جاهز من غير مكتب سطر كوت ماشي اللي هو بسعيدني يعني ببليل البيئة وانا بدخل اكمل عليه ده في اطار السرعة في نفس الوقت اوبن سورس فانا اقدر اعدي اللي انا عايزه برضو ماشي فانا ما بقعدش الاكسبريس جي اس طبعا دي اشهر اصلا باكتج او فريمورك موجودة كواه برضو انا شفتها بس بصراحة هي تقريبا بطلع الايب اوي بس مبتدنيش يعني مبتدنيش حاجات جاهزة زي اللي انا هورها يكون الوقت ماشي هابي نفس الموضوع متور نفس الموضوع بس بيديلي برضو المدخل الحاجات دي كلها طبعا السوكت باكتج يعني هي فريمورك قابس خاصة بحيطة معينة طبعا سلس دي اللي احنا هنشتغل عليها اللوبباك مشهورة جدا لو انت هتعمل اي باي بس يعني برضو زي الناس ما بيديش برضو خيار كبير ما بيديش توتل طبعا انت لو جدت جرب حط بس الكلمة دي كده هشوف النصول بتاعها هتلاقي كل الفريمورك اللي موجودة دي بتديك بس بس ما تديكش لوجن سيستيم جاهز تعتمد عليه او تستخدمه زي ما هو ما بتديكش اعدادات حاجات جاهزة فافضل حاجة بصراحة انا شفتها برضو لما دخلت انا مثلا في موقع مشهور جدا لو انت عايزت اسمه شير اسمه ايه لو انت مثلا لو انت عايزت تعمل سيلز جي اس لو كتبت كده ضد مثلا اللوبباك كده اشهر موقع اللي هو الشير اللي هو اسمه استاك شير ده ماشي ده بيجيب لك مقارنة ما بين دعا مستوى العالم ما بين التقنيات فطبعا انا لقيت الستاك بتاعها والفوتس بتاعها 24 لا كده فانا بحط حاجات هنا مثلا لو جينا نحط برضو نرجع كده نعمل الموضوع ده مع مثلا نست ماشي بعيدا انا اصلا داخل واخد حاجة معينة عشان خاطر السيستم اللي انا هورهولكو ده الناس طبعا اللي اتعاملت مع لارافل وعالفا لارافل بتعمل ايه تقدر تدخل هتلاقي نفس الموضوع او الجانجو هو لا زي كده انت ما بتسطب لارافل او تسطب جانجو اول بيديك النظام الاسنتيكيشن جاهز بيديك مودل وميجريشن وخلافه جاهزة برضو فده اللي خلاني اروح لي كن احنا الواحد شغال يعني بسترعامي بحاجات اصلا جاهزة بنوجي اس كتير فقلت بقى اشوف فريمورك بحس ان الواحد تبني فيها لو انت لا انا انا مش عايز ابني عايز استغل ويب بقى ابني فيه موقع مش مجرد اي بي اي كموبايل ابليكيشن بس وفي نفس الوقت اعتمد على الديزاين بوتستراب او ري اكت او الحاجات دي انا وشغل بي اي جي اس عادي تقدر تبني فيه والدنيا فيه تمام فبعد البحث قلت انه حتى الناس يعني الناس كتير اوبدت استخدم الموضوع ده في امريكا الموبايل ابليكيشن تقريبا بو يستخدمه سيل جي اس فده كان اسباب اختياري لسيل جي اس وليه اخترتها نبدأ بقى طبعا تستيبس هالي جدا طبعا تريد انت عندك النود عشان نتأكد ان النود عندنا تمام هنكتب مثلا هنا نود شرط فيه قل ان انا عند الفيرجن اتناشا لو انت معنكش النود ممكن تروح هنا وتستطى بالنود هتنزل الملف ده على حسب النظام التشغيل بتاعك ونكست نكست فينش ده يعني اكيد انت لو اصلا درست النود لازم عندنا خبرات فيها تستطبتها الان بي ام بردو الان بي ام لازم يبقى موجود ان بي ام شارطة بي لازم يبقى موجود ستة وموجودة عندي كنت هتجو بعدك هتروح تعمل اي بقى هتقول له يا سيد انا عايزك تستطبلي السيلز غلوبال عشان نستخدمه كتير فهتاخد ده كده خلونا الاول نروح خلونا نستطبه بعد سننا مليجين كارية المشروع او اعتقر انه ممكن يفل هنا لان الامر ده في الماك ان انت تقريبا لازم تستخدم السودو عشان تبقى روت بس انا تقريبا روت صح أنا روت اصلا لان انا داخل عن طريق هنشوفه هنشوفه لو ده الايرور يبقى هو محتاج ان احنا نستخدمه سودو بقى كده بقولك ان انت بتكريت يور ام هتكريت يور ام هتلاقي كامل ظهر قدامك طبعا لو انت عايز تستخدمه فوضي برضو هتلاقي موجود لان لو جدت هنا لما يخلص هنا هتسطب المشروع هتقول له مستخدم خاصة جدت لانه ثم تصبر المشروع ان شاء الله يتم تعمل مايشي طبب دعونا بس نروح نروح نشتغل في الوجه هنروح للدوكومنتيشن هنا الدوكومنتيشن ايه خلونا بس كده نيم تمام؟ وهنعمل هنا حاجة اسمها فولدر اسمه بروجيكتس او سيلز بروجيكتس مثلا سيلز اسمها ماشي طيب خلونا بس نشوف ايه اللي حصل ايه الرونة طلع اللي هنا هو بيقولك ده تحذير ها ها هو بيقولك ها هو بيقولك مش تمام خلونا نروح نروح جوه الفولدر ده تمام وندخل جوه كده هنقول له يا سيدي بقى هنكرت مشروع نسميه مثلا سيلز هنمشي ورد كومنتيشن هنا بردو سيلز نروح 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 هنسميه مثلا نروح 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 هل انت عايز مشروع فاضي او مشروع وابليكيشن لان عايز الويب اضغط واحد هيبدأ يشتغل تمام هو ده وقت بيعمل install the dependencies ولكن انت عايز ت cancel الحاجات دي ممكن control s بس انا مش عايزي cancel خلونا نفتح بقى الفولدر ده هيبدأ يهو ويبدأ يعمل للايه هيبدأ يعمل للمشروع ويبدأ نرنه مع بعض بس ما يخلص ماشي طبعا احنا هنحاول نشتغل للمشروع زي ما انت شايف كل الحاجات دي موجودة هي اما تجدت هولين وكريتت واخر حاجة عشان تشغل المشروع عشان تشوف المشروع اللي انت عملته هتقول له cd test هتفتح هتدخل على المشروع اللي انت عملته ده وتقول له cd elift تمام هكده هتلاقي شغلك port وحاجات جهاز تبدأ بقى تتفرج عليها وهنبدأ احنا نمشي واحدة واحدة احنا نشوف تماما هو كده عمله هوت هدخل جوه هدخل جوه وهقول له cd.t مثلا طبعا شفتوا الحارقة دي كويسة جدا لو انت عايز على الماك تفتح visual studio code وقال لك انه هوش بتعرف على الامر ده هتعمل ايه بقى يا سيد هتروح تفتح visual studio code تفتحه عادي مر وتضغط shift و control و b وتكتب له و التمينار او هل انت ترمينل هه هو يقولك ان انت عايز ترمينل رام ترمينل ترمينل هو واحد من دول بقى انت بتختار استنى هكدر هم تكتب شيل ترمينل استنى هكدر هم تكتب شيل ترمينل استنى تكتب shell command install code command لو رحنا دلوقتي هنا و قلنا له ناس الكود ثاني هيفتح لنا فتح لنا المشروع في visual studio code ده بلية المشروع دعونا نقفل ده احنا مش عايزينه احنا هنشتغل هنا كده ماشي هنشتغل هنا كده عشان برضو الناس تبقى معي نعمل دي كده عشان هنفتح البروزر بتاعنا نعمله هنا كده عشان هنشتغل عليه طبعا احنا لسه الغدرات و مرن ناش احنا هنعمل دي كده نعمل ده كده عشان بس اللي عنا صغر بشوية ماشي عشان بس الناس نتفرج بقى مع المشروع بوسي سيد اول شوف احنا كتبنا سطر الرن واحد اللي هو قبل كارية للمشروعه كامل ماشي دي البنية بتاع المشروع ال MBC دي ال M اللي هو الموديل ماشي ال view controller ده ال view وهتلاقي controller موجود جوال اي باي هنا controller و ده الموديل اهو جوال اي باي ده ال MBC زي ما بيقوله موديل و view controller فطبعا هنتكلم عن البنية بتاعة كل المشاريع دي كل الفلارات دلوقتي بس خلونا الرن و نقفل المحوضة دي هنا هنفتح طبعا ما نحب نفتح الترميل هنا وهتقوله sales lift هيرن هو وهيقولك نوب يرن وهيقولك نوب يرن وهيقولك نوب يرن فانت هتروح على local cost وهو رن على هو ده تمام اهو ده المشروع اللي هو الدهولك ماشي تقدر تشوفه ده موقع كامل اللي هو تمدهولك بكود لو جيت طبعا تقدر تروح لكل حاجة من دي وتعدي الفيئة زي ما انت عايز وحتى الدك اللوجن و سيستيما ماشي او register تقدر طبعا ترجيست مثلا بها طه والاميل بتاعك مثلا تمام والباسورد مثلا تمام تمام طبعا هو بديك الحاجات دي جاهزة ماشي طبعا اهو سجل و دخل ماشي وداني موقع اهوات موجود فيه وداني ال account اللي انا مسجل منه في ال setting شايفه هو بديلك الموضوط ده كله طبعا انت رايز بها اتغير ايه حاجة تقدر بقى هتقدر طيبني هو اداك الانطلاق اداك ال authentication جاهز اداك بعض الصفحات اللوجو ان شاء الله والمرة الجاية بقى نداك نتكلم في في البنية التحتها بتاعة المشروع اصل اللي وده هنا ده وده بي ازاي فهي دي نفس البداية اللي انت بتحتاجها في اي framework اللي هي تبقى موجودة فعلا و كود هيبقى سهل يا رب اكون وفقت ان انا اوصل معلومة منسولش من لايك والشير انتظرونا في المحاضر الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة